السلام عليكم الداري جيب لكم فيديو اللي خاطر دل بالصح والوضعية للجميع نجوم منتخ بالمغربي مل زياش نصيري شديرا حاريج وحاكيمي ومزراوي نبدو بالتفاصيل وكل لعب اعطوا حقو أول لعب لي هو أصرف حاكيمي هذا الموسم بدم زيان لكنه مؤخرا قد تتعلق بشكل معهود وأيدي لعبين معه ما يتركزوش عليه بزاف على مسؤول جاليومنا ونقص على مسؤول فعالية الهجومية لكن على مسؤول ترانسفر ماركت في باقي ثاني أغلى دائر أي من في العالم بعد آرنولد بخمسة والسن مليون يورو على اللقاء الحاكمية راتيتولير يعني دي ملعب أساسي بخصوص اللعب شديرة لك تقلق في دورية إيطالية الدرجة التانية بحيش أنه تتوج بجائزة رجل الشهر بعد ما يسجل إلى حدود اللحظة 13 هدف في الدورية والكأس والشميعين إضافة لتقديمه أربعة ملات حاسيمة يعني ما كانش خوف عليه دي ملعب أساسي وديهم تقلق وكتمنى يزيد تقلق بشكون تسعود ديانا في الموضع بالنسبة للحارج بل من هضرو عليه أليرو تور في الشاب موسليك دي دي شبونة تقلق في الماش الأول كان سجل في المات الثاني تسوي فرق الجزاء وعطى أسيس يعني بعد ما نقوله وراتي مديرو طالع ولكلعب أساسي بزاف باش لعب حارج أساسي في الشاب موسليك أعرف للمدريب بعد أكتقة ومخلي ببايت بدك تحتيات بالنسبة للأملاح كيعيش ظروف اللي غامضة بحيش أنه مبغاش يجد العقد دي له مع فريق الستاندرد وليج اللي غدي سيجي العقد دي له الصيف الجاي وبالتالي غيرب على أخر مات ولا إحدى المباراة وبالتالي القادية تقدر مازال تزاد وما يبقاش لعب مباراة وكما عارفين أملاح رأي أساسي غدي يكون يا هو يا صابيري مع أمر رابط وصل ميدان في المونديا بالنسبة للمزراوي لا خوف عليه ولكن لعب دي ماتش بزاف مؤخرا بعد إصابة لعب ديفيس وأيضا بافار اللي كان منافسه ولكن لعب كقلب دفاع وكي خلي مزراوي كدائما وبالتالي إن شاء الله يبقى أساسي تلمونديال بالنسبة للزياش كيعاني كم معارفين على مستوى الأساسية وكان غائف أخر ماتش بسبب وعكة صحية والحاجة اللي خيبة بزافي أن فريق تياسي كقدم مستوى كبيرة وكيربح انت صارت كتيرة هذه القادية ستعزم موضعيها بحيش أنه مدري بجرام بوتر سوف يختار تكيل الأساسية دياله وباللي زياش مرشي منهم وكتب منها صراحة حيش أن تشيسي تعاني على المسؤول نشائج بشعرف القيمة لللاعب ولي شركوا ديك الساعة دي بياللي ونختمه مع نصيري وبونو كي معارفين رغم أنا وسجل الهدف ضد دورشموند في الآلي لكن روش ولمسجلش بعد ما تعدوا واحد مقابل واحد وكياخد بعض نشي قادات بحيش أنه مقاشي بتكيل واتيرة كما كان كسلت لكل سمانة أو لكل أسبوعا كسلت الهدف مره لاعب مره ما لاعبش مع نبودر بجديد سان باولي من لسبة البونو من الأسف قلوب الدفاع اللي كانوا غادروا في الصيف أطرو على شكل كبير على المسؤول الدفاعي ولكتجلوا لي أهدف كتيرة ورغم هذا ركية تصدر عديد المكورات وبالتالي الدفاع ولكتتحمل المسؤولية أشبلكم الخوج في الحاصلة للعب المغاربة جاء الله في رأسكم